اشتركوا في القناة الاعمال اسمه مخطط نموذج العمل التجاري او طبعا اي حد اه عايز يعمل بيزنس عايز يعمل مشروع لازم يعمل له دراسة جزوة اه مخطط نموذج العمل اه التجاري يعتبر ثورة في عالم تقييم المشروعات فباختصار في صفحة واحدة تقدر اه تقدر انك تعرف اه مصادر دخلك هتجي منين تجارفك منين ربحك ادي ده كله في ورقة او مخطط نموذج واحد طب تعالوا تعرف على ايه هو نموذج او مخطط نموذج العمل التجاري فيه اتنين اخترعوا الاخترع دوت واحد اسمه اليكس اوسترفالدر وي ايف بينور دول عمله كتاب سنة اه الفين وتلاتاشر اسمه البيزنس مودل جينيريشن والكتاب ده ترجمة للغة العربية ترجمته دار جبل عمان في سلطنة عمان والكتاب دوت يعني ترجم العديد من اللغات في دول العالم يعتبر مخطط نموذج العمل التجاري او البيزنس مودل كونفاس اسلوب او واحدة من الادوات الثورية التي لبت حاجة رواد الاعمال في التخطيط لمشانعهم وشركاتهم الناشئة على الورق قبل اطلاقها ويحدد نموذج العمل التجاري الاسلوب الذي تتبعه المنشأة في خلق قيمة وتحقيقها والاستفادة منها يبقى هذا البيزنس مودل كونفاس بيحدد ازاي تخلق قيمة للعملاء وازاي تحققها وازاي تستفيد منها طيب بيتكون من ايه نموذج او مخطط نموذج العمل ايه التجاري بيتكون من تسع بلوكس او مكونات او حجارة اساس اول حجر اساس في البيزنس مودل كونفاس هو الفاليو بروبزيشن الفاليو بروبزيشن او القيمة المكترحة والقيمة المكترحة هنا ما الذي سوف تقدمه المنشأة لعملائها وما الذي تتمتع به المنشأة من ميزة تنفسية وما هو الذي يفرقها عن عملائه عن منافسيه يبقى هذه في البيزنس ايه الاضافة اللي انت تعملها للعميل وايه الفرق بينك وبين غيرك اللي في السوق الميزة التنفسية اللي عندك مش عند غيرك يبقى ده اللي بتجاوب عليه القيمة المقترحة وها هنشرحها بالتفصيل رقم اتنين او الحجر التاني اللي هو حجر الاساس التاني او البلوكس اللي هو شرائح العملاء ايه الشريحة من العملاء اللي انت مستهدفة او شرائح العملاء اه ما ينفعش تعامل للعملاء كلهم معاملة واحدة لازم تقسمهم الشرائح او تجوف الشريحة المستهدفة الحجر التالت ازاي توصل لشرائح العملاء ازاي توصل القيمة المقترحة بتاعتك توصلها للعملاء يبقى الحجر التالت بيتكلم عن التشانلز اللي هي القنوات ازاي تتواصل مع آآ عملائك وتوصلهم للقيمة المقترة الحجر الأساس الرابع أو البلوكس الرابع اللي هو العلاقة مع العملاء كاستمر ريليشن شيبس إزاي نبني علاقة مع العملاء والحجر الخامس أو حجر البناء الخامس هو مصادر الإيرادات يعني هتجيب فلوس منين يعني إيراداتك مصدر هائية وهتجي منين والحجر السادس هو الكي اكتيفتيز أو الأنشطة الرئيسية ما هو النشاط الرئيسي للمنشأة بتاعتك هل هو نشاط إنتاجي صناعي خدمي وهكذا والحجر السابع الحجر السابع هو الموارد الرئيسية الكي ريسورس الموارد بتاعتك سواء كانت موارد موارد مالية موارد بشرية فكرية هتجيبها منين طيب الحجر التامن هو الكي بارتنرز اللي هي الشراكات الرئيسية الشراكات مع المواردين بتاعك والكلام ده كله وحجر البناء التاسع والأخير هو الكوست استراتشا اللي هو هيكل التكليف تكليفك هتتولد مين أو انت هتدفع التكليف فيه يبقى التسع بلوكس دول أو الناين بلوكس دول هم مكونات مخطط نموذج العمل التجاري أو البيزينس موديل كانبس وبعدين هن في المحاضرة ديت والمحاضرة اللي جاية إن شاء الله هن يتكلم عن شرح تفصيلي لهذه المكونات أول مكون أو أول حجر أساس عندنا هو القيمة المكترح الحجر البناء هذا يصف القيمة المكترحة هنا حزمة المنتجات والخدمات التي تخلق قيمة لشريحة محددة من العملاء هي الخدمة بتاعتك المنتج بتاعك اللي انت هتقدمه اللي هيخلق قيمة للعملاء علشان يدفعوا مقابل القيمة دي القيمة المكترحة هي السبب الذي يقمن خلف توجه العملاء إلى منشأة دون غيرها فالقيمة المكترحة هنا إما أنها تحل مشكلة يعانيها المستهلك إيه المنفعة اللي انت هتقدمه للمستهلك يا إم هتحل له مشكلة أو تلبي حاجة عنده تشبه حاجة عنده وباختصار القيمة المكترحة هي المنفعة التي تقدمها المنشأة لعملاء إيه المنفعة اللي هتديها للعمل عشان يدي لك مقابلها فلوس هي دي قيمة المكترحة طيب القيمة المكترحة إزاي تخلقها إزاي تخلق منفعة للعمل في كذا صورة يمكن من خلالها إنك تخلق منفعة أو قيمة مكترحة للعمل أول حاجة الحداثة إن يونس يونس هنا معناها تجيب حاجة جديدة اختراع جديد ما حدش عمله يبقى أنت تديت لنعمل حاجة جديدة وده كان واضح فيه اختراع الموبايل لما الناس اشترت الموبايل لأن دي حاجة جديدة مكتش موجودة قبل كده أو الحاجة التانية اللي ممكن تخلق منها قيمة مكترحة هنا اللي هو الأداء الأداء زي شركات الموبايل كل ما بتطلع موبايل جديد موديل جديد بتطلع فيه حاجة جديدة خاصية جديدة مش موجودة في اللي قبله وبتالي في كل موديل عشان تخليك تشتريه تعمل لك حاجة جديدة فيه تحسن من الأداء بتاعه وبالتالي عشان تخلق لك قيمة عشان تقدر تاخد منك تمن القيمة دي الحاجة التالتة أو الأداء التالتة أو الصورة التالتة من صور خلق القيم المكترحة هي التكيف الكاستوميزيشن الكاستوميزيشن إن هي المنشأة بتشرك أو بتكيف القيمة المكترحة حسب احتياجات العميل يعني مثلا شركة نايك بتشرك عملائها في تصميم مثلا منتجتها اللي عايز كوتش مثلا بالتصميم الفلاني بعت لنا التصميم وإحنا نعملهله الشركة رولز رويز بتاع السيارات العميل بيشترك في تصميم السيارة عايز السيارة بتصميم معين بتعمله السيارة اللي هو على مذايب يبقى ده اسمه الكاستوميزيشن احنا بنكيف المنتج بتاعنا على هواك على هوا العميل والصورة الرابعة اللي هي أو إنجاز المهمة ودي بيضلبنا الكتاب بتاع بيقول إن شركة شركة ايه شركة فيه شركة طيران كبيرة مش بتذكر اسمها دلوقتي بتتعاقد مع شركة رولز رويس في انتاج محركات الطيران وبتحاسب الشركة بتحاسب شركة الطيران بتحاسب الشركة اللي بتنتج محرك الطيارة على كل ساعة عمل بيعملها المحرك يبقى هيا هنا المحرك شغالها هدفع فلوس مش شغال مش هدفع يعني ده ده بتخلق قيمة مضافة من هنا أو قيمة مقترحة والحاجة الخامسة أو الوسيرة الخامسة التصميم أو الدزاين وده بيبان في شركات الملابس إن شركات الملابس مثلا أو التصميم فيه تصميم معين بيخلق لنعمل قيمة أو هو عجب الدزاين ده والحاجة السادسة أو الصورة السادسة العلمة التجارية أو البران بعد الشركات بتخلق قيمة مقترحة لعملائها من خلال عالمة ها التجارية وأيضا هناك السعر إنك بتقدم للعميل السعري محدش بيقدمه غيرك يبقى ممكن تخلق قيمة مقترحة أو منفع للعميل من خلال بتقدم له السلعة أو المنتج بتاعك بسعر منخفض وفيه بعض شركات الطيران عملت تذكار الطيران بنفس سعر تذكارة الأوتوبيس شركات طيران عالمية للطيران الداخلي فهي كده خلقت قيمة مقترحة لعملائها من خلال السعر وممكن أيضا تخلق قيمة للعملاء من خلال خفض التكاليف دي وسيلة أيضا من اسلوب خلق منفع العميل والحد من المخاطر أو زي مثلا خدماتنا بعد البيع اللي بتعملها الشركات بتقول لك السلعة بتاعته المنتج بتاعي ده لو أنا بضمنه فهي لما بتضمنه بتقلل المخاطر ليه وفيه عني سهولة الوصول اللي هي كان فيه شركات طيران أتاحت للعملاء إن هم يمتلكوا مسلا ربع طيار عشرة في المية من الطيارة فيبقى عنده جزء من يمتلك جزء الكلام ده ما كانش يقدر يوصل ليه يعمل في الأول لأنه تمن الطيارة مسلا كبير جدا صعب إن أنا شتيت الطيارة فأتاحت لعملاء إن هم ممكن يمتلكوا جزء من الطائرة مسلا وسهولة الاستخدام هنا سهولة الاستخدام أيضا تعتبر طريقة من طرق توليد القيم المقترحة شرايح الحجر الأساس التاني شرايح العملاء أو الكاستمر ثيجمنز شرايح العملاء دول بيقولك إن العملاء دول الحجر الأساس التاني دوت بيتكلم عن شرايح العملاء إن المنشأة لا تستطيع الاستمرار في دنيا الأعمال دون وجود عملاء وحتى تحقق المنشأة أعلى درجة ممكنة من رضا العملاء فإنها يجب أن تصنفهم إلى شرايح متميزة إذن مش هيدفع المنشأة تستمر في دنيا الأعمال دون عملاء وعلشان تخدمهم وتحقق أقصى رضا للعملاء هتلازم تأسمهم لشرائح كل شريحة من العملاء بتشترك في مجموعة احتاجات أو خصائص معينة طيب إيه العوامل اللي أنا بقسم على أساسها العملاء أول حاجة إذا كان هناك اختلاف احتياجاتهم اختلاف احتياجاتهم يعني العميل سين احتياجاته غير العميل صاد يبقى ده عايز قيمة مقترحة بشكل والتاني عايزها بشكل آخر يبقى لازم أعمل قيمة مقترحة للفئة دي وقيمة مقترحة للفئة دي مثلا زي الفنادق يقدر اعمل فنادق ثلاث نجوم واربع نجوم وخمس نجوم فيه عمل يقدر يدفع كذا فيه عامل مقت وهكذا إذا كان يمكن الوصول إليهم من خلال قنوات توزيع مختلفة لو كنت قد تصلهم كل واحد بطريقة مختلفة يبقى لازم يبقى تقسموا دي شريحة ودي شريحة أخرى في نساء ده رأس سأوصلهم عن طريق الانترنت يبقى دي شريحة الشباب مسلا في طريقة أخرى يمكن الوصول لها من خلال الإعلال في التلفزيون يبقى دي شريحة ستات البيوت مثلا يبقى ممكن تقسمهم على حسب إمكانية الوصول إليها إذا كانت أوضاعهم تستدعي أنواع مختلفة من العلاقات ده عايز علاقة بشكله ده عايز علاقة بشكل تاني يبقى لازم يتقسموا شريح إذا كانت قدراتهم على توليد أرباح متبينة بشكل جوهري الربح من ده غير الربح من دفع يبقى لازم تقسمهم أو إذا كان لديهم استعداد لدفع أموال مقابل جوانب مختلفة للمنتج يبقى مثلا ده عايز يدفع فلوس في مقابل حاجة يبقى أنا هعمل المنتج ده بخصائص معينة للعمل ده عشان هيقدر يدفع وهعمل ده من غير خصائص أو غير ما زال العمل ده عشان مش قادر يدفع زي مثلا عندنا في الكلية مثلا نظام التعليم للساعات المعتمدة ونظام التعليم المجاني العادي ده مستعد يدفع مقابل خدمة أحسن وده مش قادر يدفع يبقى ده ليه سيستم وده ليه سيستم تاني يبقى ده شريحة وده شريحة أخر الحجر الأساسي الثلاثة اللي هو القنوات إزاي هتوصل القيمة المقترحة للعملاء بتوعي طيب قنوات التواصل والتوزيع والمبعاد ده حلقة الوصل بين المنشأة وعملاءها وإزاي هتوصل القيمة المقترحة للعملاء طيب إيه وظيف القنوات دي؟ أول وظيفة ليها رفع مستوى معرفة العملاء بمنتجات الشركة وخدماتها إن العملاء يعرفوا إن إحنا عندنا منتجات وخدمات يبقى يعرفوا اتنين مساعدة العملاء في تقييم القيم المقترحة الخاصة بالمنشأة يعني العميل عرف إن عندنا منتجات وعرف إن منتجاتنا ذات جودة معينة وإحنا نحسن من غيرنا يبقى لازم يقيم القيمة المقترحة دي ويدي رأيه فيها يعرف إن هي كويسة والحاجة التالتة إتاحة الفرصة للعملاء للشراء يبقى وظيفة القنوات إن هو يشتري المنتج بتاعنا سواء كان سلعة أو خدمة والحال الرابعة أو الوظيفة الرابعة للقنوات هي إيصاد القيم المقترحة للعمل نيوط نقدر نوصل من خلال القيمة المقترحة والحاجة الخامسة توفير دعم ما بعد البيع زي خدمات الصيانة مثلا في الأجهزة الكهربائية والقنوات أنواع مختلفة جدا منها الشريكة يعني أنا في شريك تاني بيبيع لها زي بيع بالجملة أو متاجر مشتركة أو مملوكة للمنشأة بنفسها سواء كان عندها فريق مبيعات أو مواقع إلكترونية أو متاجر خاصة بيها وممكن تتقسم برضو مباشرة أو غير مباشرة مباشرة لو بتتعامل الشركة مع عملائها مباشرة زي فريق مبيعات أو مواقع إلكترونية أو غير مباشرة زي بيع بالجملة ومتاجر مشتركة ومتاجر المنشأة وقلنا القنوات لها خمس مراحل الوع يعني يعرفوا أن عندنا منتجات التقييم يقيموها ويقارنوها بغيرها الثالثة يشتيروا عملية الشراء والربعة نوصل لهم القيمة المقترحة والخمسة خدمات ما بعد البيع العلاقات مع العملاء هنا إزاي أبني علاقة مع العملاء طبعا بيقول لك حجر الأساس بتاع العملاء دوت المنشأة النهاية يجب أن تبين نوع العلاقة التي ترغب في إقامتها مع كل شريحة من شرائح العملاء يعني العلاقة شكلها دي طيب أنا ليه ببني علاقة مع العميل إيه هدفها ما هي دوافع بناء علاقات مع العملاء رقم واحد اكتسب عملاء يعني اكتسب عملاء جداد قديد عملاء ويزي أحتفظ بالعملاء الموجودين ونشط المبيعات يبقى الحجر الأساس ده هدفه إنك لازم تبني علاقة قويسة هتتعامل مع عملاءك إزاي لو في شكوى من العملاء هتتعامل معه إزاي شكلها دي بقى يا دي بقى هتبقى ألية ولا هتبقى شخصية هنشوف يبقى مثلا العلاقات مع شركات اللي اتصالات في البداية كان هدفها إن هي كانت متابعة استراتيجيات هجومية هجومية يعني إيه موبايلات ببلاش وبتاع كتعادة تسيطر على أكبر عدد منكم ممكن من السوق يعني شركات المحمول في البداية كانت عادة تبيع أكبر عدد خدوط ممكن أكبر عدد خدوط ممكن عشان تسيطر على أكبر شريحة أو ماركتشير في السوق لكن بعدما وعندما وصل السوق إلى حالة التشبع بقى وخلاص كله اشترا خطوط فالشركات اللي اتصالات تغيرت العلاقة دلوقتي العلاقة بتاعتها بعملاء هاية إن هي تحتفظ بالعميل وتزود متوسط العائد من كل عميل يعني الشركات اللي اتصالات دلوقتي هدفهم مش خلاص باعوا خطوطهم خلاص انهم يحتفظوا بالعملاء اللي موجودين معاهم ويزودوا متوسط العائد عشان كده كده يقول لك بقت مش عارف ايه خدمة مش عارف ايه اشترك عايز يقلب العميل فأي ياخد منه اي حاجة او يزود متوسط العائد من كل عميل نمازج العلاقات مع العملاء ممكن تكون مساعدة شخصية دي تبقى ايما على التفاعل الانساني انت العامل بيشترك بيقابله وممثل خدمة من قسم خدمة العملاء عندك ايه مشكلتك في واحد بيساعده وممكن تكون مساعدة شخصية خاصة في بعض البنوك مثلا او بعض الشركات بتخصص ممندوبين عملاء للعملاء المهمين اللي هم كبار العملاء تلاقي بيقابلهم ويعاملهم معاملة خاصة يبقى بممكن كبار العملاء يتعاملوا معاملة خاصة دي اسمها المساعدة الشخصية ممكن ايضا في حاجة اسمها الخدمة الذاتية ان العميل في هذا النوع من العلاقات لا تحتفظ منشأة علاقات مباشرة مع عملاءها وانما توفر جميع الوسائل الضرورية ليقوم العملاء بخدمة انفسهم يعني العميل يبقى عنده عايز يشتكي عايز يعمل حاجة يعني متاحة له وسائل الشكوى عايز يقيم مثلا زي شركة اوبر مثلا العميل بيقيم السائق مثلا بيدوله ريت فدي فدمة ذاتية في عندي الخدمات يعني عن طريق الانترنت مثلا بتعمل ريت او بتعمل شكوى عن طريق الايه ما فيش تعامل مباشر بين الشركة وعملاءها ولكن في آآ متاحة ليك وسائل التواصل مع الشركة المشاركة في اداء العمل دي طريقة من طريقة بناء علاقة مع العلماء اللي ياسم زي هنا مثلا شركة امازون لما بتبيع الكتب بتخلي العملاء يكتبوا رأيهم في الكتب دي ويكتبوا آآ مراجعات للكتب دي كوي سود لأ عشان غيرهم يقدر يقيمها وشركة اليوتيوب مثلا بتخلي العملاء هما اللي بيصنعوا المحتوى يعني محتوى الفيديوهات الي على تيوب بيصنعها العملاء نفسهم عشان يشاركوا مع الجمهور الحجر البناء الخامس من من او مصادر الايرادات هنجيب فلوس منهم بيقولك بقى اذا كان العملاء هم مثل القلب نموذج العمل التجاري العملاء هم دول القلب فان المصادر الايرادات هي الشرايين هي الشرايين اللي بيجري فيها الدم الاموال اللي عايزين فلوس بقى طيب فكل منشأة تسأل نفسها عن القيمة التي ترغب كل شريحة من شرايح العملاء ان تدفع مقابلا ماديا اللي هندفع نقدمنا بقى قيمة مقترحة ووصلناها للعملاء بطريقة كويسة وبننا علاقة كويسة منهم فعايزين بقى التمن القيمة دي طيب اه في نوعين من الايرادات عندي يا اما تكون ايرادات المعاملات دي ايرادات نتيجة عن مدفعات للعملاء مرة واحدة هتشتري تلاجة هتدفع تمانها مرة واحدة اشتري عرب تدفع تمانها مرة واحدة وفي نوع التاني من الايرادات اللي هي الايرادات المتكررة دي ايرادات ناشئة عن دفعات زي الاشتراك الانترنت مثلا كل شهر انت بتدفع الفاتورة بتاع الانترنت ده إيراد متأكد طيب حفر البناء الأساس ده لو مصاد الإيراد بيحاول الإجابة على الأسئلة التالية ما هي القيمة التي يكون عملاء مستعدين حقا للدفع مقابلها إيه هي القيمة اللي هيدفعون مقابلها وهيدفعوا ما الذي يدفعوه يدفعون مقابلهم حاليا هم دلوقتي بيدفعوا قد إيه وبيدفعوه إزاي وكيف يدفعوه ما هي طريقة الدفع التي يفضلوا بأي طريقة مثلا عن طريق الإنترنت تكاش بالتقصيد مع مدى مساهمة كل مصدر من مصادر الإيرادات في الإيرادات الإجمالية كل مصدر مصادر إيرادات نسبيته قد إيه طيب فيه طرق لتوليد الإيرادات منها بيع الأصول اللي هي نقل الملكية نعني وإجور الاستخدام اللي هي مقابل الاستخدام زي مقابل تأجير السيارة مثلا وفيه رسوم الاشتراك زي الاشتراك الإنترنت مثلا والتأجير أو الإعارة مقابل التأجير والترخيص ورسوم الوساطة طيب آليات التسعير دي فيه طرقتين لتسعير المنتجات بتاع الشركة إما تكون أسعار سبتة أو أسعار متغيرة الأسعار السبتة دي تكون معلمة وسبتة لكل خدمة هي أسعار معلمة وفيه تأثير خصائص المنتج كل منتج لخصائص معينة سعره بيختلف زي التلفزيون اللي كان بوصة كل ما يزيد على البوصة يزيد ثمان وهكذا وتأثير شرايح العملاء كل شريح لها سعر معين عملاء الخمس نجوم غير التلات نجوم غير السبع نجوم وفيه تأثير على أساس الحج يحدد السعر على أساس الكيمياء المشترى بحيث كل ما اشتريت أكتر كل ما السعر يقل وفيه عندي أليات التسعير الديناميكي أو الديناميك الأسعار متحركة طبعا لظروف السوق عندي أسلوب المساومة أو التفاوض يعني السعر بتحدد منها على مساومة بين العميل والشركة وفيه عندي تأثير المحصول أو الناتج هنا إنه يعتمد السعر على الكيميات الموجودة بالمغزن يعني مثلا أسعار الفنادق كل ما يكون عندها كومبيليت اللي ما فيش فبترفع السعر ولكن لو عندها إيجار معاقب وعندها أماكن فاضية في الفنادق فبتنزل في السعر وفيه سعر آني بيتحدد طبقة للعرض والطلب زي أوبر مثلا لو عندها زحمة أو طلب أكتر بترفع السعر وفيه اسلوب المسادات كده انتهت المحاضرة الأولى في مادة التنظيم الصناعي إن شاء الله نكمل إن شاء الله في المحاضرة التانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتكم